بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ أول شيء التغير الطردي ونشوف شنو معناته تتغير Y طردياً مع X إذا وجد عدد K بحيث أنه لا يساوي الصفر بحيث أن Y تساوي العدد الثابت في X يعني K في X ويسمى العدد K ثابت التغير التناسب أني نشوف مفهومة اللي هو نقدر نكتبه بY1 على X1 يساوي Y2 على X2 أني الآن نشوف مثال على هذه النوع من أنواع التغير التمرين يقول لي إذا كانت R تتغير طردياً مع T وكانت R تساوي سالب 20 عندما T تساوي 4 فأوجد قيمة R عندما T تساوي سالب 6 آي أحط القانون مدام قال لي R تتغير طردياً مع T فباي باكتب R1 على T1 يساوي R2 على T2 أني نعوم قال لي أن R تساوي سالب 20 هي أعتبرها R1 هذه المعطيات عندما T تساوي 4 فT1 تساوي 4 فطالب من عندي أوجد قيمة R2 عندما T2 تساوي سالب 6 فأعوض عن T2 بسالب 6 آي أسوي طرفين في وسطين وقل 4 في R2 وسالب 6 في سالب 20 يصير عندي 4R2 تساوي 120 R2 تساوي 30 لأن قلت الأربعة في R2 بينهم ضرب أوديها الطرف الثاني بالقسمة فتصير عندي تساوي 30 وبذي الشكل خلصت من التمرين على التغير الضردي أني نشوف النوع الثاني من التغير التغير العكسي تتغير Y تغيرا عكسيا مع X إذا وجد عدد اللي هو K لا يساوي 0 بحيث أن Y لا تساوي 0 و X لا تساوي 0 عندي أما أكتب X في Y يساوي العدد الثابت أو أكتب Y تساوي K على X بمعنى أن X1 في Y1 يساوي X2 في Y2 نستخدم التناسب أني نتوفى الحين التمرين على هذه النوع من التغير إذا كانت Y تتغير تغيرا عكسيا مع X وكانت X تساوي 24 عندما Y تساوي 4 فأوجد قيمة X عندما Y تساوي 12 أي أكتب القانون اللي عندي بيب أكتب X1 في Y1 يساوي X2 في Y2 هذه قانون التغير العكسي أي عوّم المعطيات اللي عطاني إياها عطاني X24 أو Y تساوي 4 فأبقل 4 في 24 وعندي X ويبدي قيمة X عندما Y تساوي 12 فأبقل 12 في X الترتيب ما يهم إذا حطيت في الطرف اليمين أو الطرف اليسار فأنا بيبقل 12 X1 يساوي 24 في 4 أضرب 24 في 4 فيطلع عندي 12 X1 يساوي 96 مدام بينهم ضرب 12 X1 أي أنقلها بالقسمة فيصير عندي X1 تساوي 8 وبذي الشكل أنا انتهيت من تمرين على التغير العكسي إني نشوف جزء ثاني بشكل ثاني شلون أنا آية أطلع فيه أما التغير العكسي أو التغير الطردي نشوف مع بعض يقول لي أميز مسائل التغير الطردي والتغير العكسي وأحلها طبعا أنا خذيت مسألة على التغير الطردي ومسألة على التغير العكسي آية هني أشوف المسائل اللي عندي أنا بروح أحدد من تغير طردي ومن تغير عكسي نشوف مع بعض حدد ما إذا كانت كل علاقة ممثلة في الجدول أدنى تمثل تغيرا طرديا أو عكسيا أو غير ذلك عطاني ثلاثة جداول بنين حال جدول جدول الجدول الأول عطاني قيم للإكس وقيم للواي آية أقول مدام أنا سألني في السؤال حدد إذا هو طردي أو عكسي باي أجرب أول شيء الطردي آية أعرف أن الثابت كي يساوي واي على إكس يعني بالقسمة فيجرب هل الثابت دائما يصر نفس الشيء ولا لا في الجدول إني نجرب باي باخذ 12 قسمة 4 بيطلع لي 3 24 على 8 يطلع لي 3 لاحظت أن الثابت متساوي حتى لو كملت وقلت 48 على 16 يطلع لي بعد 3 96 على 32 بعد نفس الشيء بيطلع لي 3 لأن لاحظت أن الثابت كله متساوي إذن هنا بيكون نوع التغير تغير طردي بذي الشكل خلص من الجدول الأول إني نشوف جدول ثاني لما يعطيني هذه الجدول قيم لإكس وقيم لواي آية أجرب هل هذه طردي ولا لا الطردي عندي عرفنا أنه كي تساوي وي على أكس آية أجرب 2 على 8 وهو عبارة عن 1 على 4 إذن خلني أتشيك 4 على 4 يعطيني 1 هل 1 على 4 نفس الثابت لما آية أقول 4 على 4 يطيني 1؟ طبعاً لا حتى لو جربت آخر الثالثة سالب 8 على سالب 2 بيعطيني 4 وبلاحظ هنا أن جميع الثوابت اللي عندي من حاصلة القسمة مختلفة إذن هذه التغير ليست تغير طردي إذن خلني أجرب التغير العكسي العكسي يقول لي الثابت يساوي X ضرب Y فبا يقول 8 في 2 يعطيني 16 4 في 4 يعطيني 16 كذلك سالب 2 في سالب 8 بيعطيني 16 سالب 8 في سالب 2 يعطيني 16 بلاحظ معاكم أن جميع القيام عندي الناتج الثابت اللي عندي متساوية إذن هذه النوع من التغير هو التغير العكسي أني ننتقل إلى آخر جدول عندي قيم لـ X وقيم لـ Y أني نجرب اللي هو الطردي قلنا الثابت وهو Y على X فبجرب 4 على 2 يساوي 2 9 على 3 يعطيني 3 هل 2 وال3 متساويين؟ طبعا لا إذن هذه النوع من التغير ليس بتغير طردي أجرب التغير العكسي أو يقول الثابت يساوي X في Y 2 في 4 يعطيني 8 3 في 9 يعطيني 27 بلاحظ أن الثابت عندي في الحالتين بعد مختلف إذن هو ليس تغير طردي ولا تغير عكسي إذن باكتب هو غير ذلك وبذي الشكل خلصت من العلاقات اللي عندي الجداول اللي كانت عندي وحدات من التغير الطردي وشانا أحدد التغير العكسي أو غير ذلك وبذي الشكل خلصنا من التمرين وخلصنا من درس اليوم وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق ترجمة نانسي قنقر